السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد سامير من القناة تكنفوبية النهاردة هنكمل دورة لينكس كل يوم وهنشرح درسه مهمة جدا لاغلب الناس اللي هو ازاي تقسم الهارد بتاعك علشان تصطب اللينكس جنب الويندوز من غير من الهارد بتاعك يتفرمد هنشرح طرقتين والاثنين مجانيين والاثنين تقدر تعملهم من على اي نسخة ويندوز انت تشغيل عليها بسم الله اول طريقة هنمدأ بيها هنستخدم برنامج سهل ومجاني هو مش مجاني قوي بس هو النسخة المجانية بتاعته موفرة لك اللي انت محتاج هتدخل على جوجل وتكتب mini tool partition wizard ممكن احط لكم اللينك تحت في description هتخش وتختار دولد ناو هينزل معك باي برنامج تحميل انت بتنزله وهتصطبه بشكل بسيط جدا مش عارف ايه already exist عشان كنتم تصطبه قبل كده اقول له هنا yes ماشي next create desktop icon وinstall next tool هنا بيقول لي launch او online manual هنخل له اعطوا launch application بيبدأ يفتح قدامك اهوات دي اعلانات علشان نسخة فريه هتقفلها من هنا بعد كده ده الهارد بتاعي الهارد بتاعي ان انا عشان انا عندي هارد واحد فجايب لي هارد واحد بس هنا انت لو عندك اكتر من هارد هيبدأ يجيب لك كزا هارد بتاعك حتى لو فلاشة هيجيبها لك هدوة partition system reserved اللي احنا حكينا عليه قبل كده مش مشكلتنا خلص دلوقتي وده partition c ودوة partition الكبير بتاعي للمفروض انت مفضي فيه المساحة او اي partition انت مفضي منه مساحة حتى لو اكتر من يعني مثلا انت عندك اكتر من partition مفضي مساحات من اكتر من واحد مش مشكلة اهم حاجة يبقى مجموع المساحة اللي انت تفضيها تلاتين جيجا حتى لو من اكتر من partition انا هنا مفضي حوالي تلاتين جيجا بتاعنا هقف على partition اول اخركز معي الله يبارك لك هقف على partition اللي انا عايز اخد منه المساحة تمام واتكة move under size move under size هنا هقول له هشده الناحية دي انا عايز اخلي المساحة الفضية تبقى في الاخر تمام لو بسيت على تقسيمة الهارد بتاعتي ادي وده partition الكبير بتاعي وانا عايز اخلي الpartitionات بتاعت في الاخر الوحدة فانا هخلي المساحة الفضية بتاعتي في الاخر فانا هشد من ناحية دي لو كنت عايز اخلي المساحة الفضية من ناحية التانية كنت اشد من ناحية التانية هنا فانا هخلي المساحة الفضية بتاعتي من ناحية دي فها ايه هفضي من هنا التلاتين جيجا اللي احنا عايزينهم وبس ودوس اوكي بعد ما تعمل الكلام دوت خلينا المساح الpartitionين دول كمان علشان يبقى عندنا المساحة على بعضها بعد ما اتخلصت فضية مساحة كاملة عندك من الpartition اللي انت عايز تفضي منه هتلاقي عندك هنا Unlocated Space بالمساحة اللي انت عايزها هتبدأ تعمل Create هنا هبدأ كاريت هختار الفايل سيستم بتاعي هختار EXT4 دوت من أنسب الأنواع لأنك للسي بتاعت اللينيكس في الويندوز بيعترف بفات وفات 32 وNTFS في أنواع تانية أصلا للبرتشانات اللي هي EXT2 و3 و4 وLinux Swap وكلام من ده تمام فأنا هخليه EXT4 وهخلي مساحته تقريبا 40 جيجا انت ممكن تخليها 30 بس على حسب المساحة اللي انت فضيتها ده Partition هيعتبر بالنسبة لك Partition Home ال Partition اللي هيبقى فيه كتير يعني ال Partition بتاعك ال Partition بتاع ال Home اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده تمام أنا هخلي هنا السواب أربعة جيجا بس آآ خلي هشد لغاية ما أخلي المساحة اللي باقية تكون أربعة جيجا أنا عندي رمات تمانية فأخلي مساحتها للسواب بتاعتي أربعة تمام؟ فأنا هنا أخدت باقية المساحة يعني وفرت Unlocated Space After ديها المساحة اللي هتتبقى للسواب تمام؟ فأنا خليتها ديها تخليتها أربعة أربعة تلاف ميجا اللي هي أربعة جيجا وهنا الجيجيات بتاعتي اللي أنا عايزها للبرتشان الكبير بتاعي واتكة أوكي هنا هيتفضل لي Unlocated Space تانية هاتكة كريت وهاخد المساحة كلها وخليها لينيكس اسواب من فايل سيستم دوت هنا واتكة أوكي هيطلع لي البرتشانين بتوعي همت؟ مجرد ما ندتك كApply هيقول لي أنت عايز تعمل الكلام ده متأكد هقول له أيوة هيبدأ هنا بقى يبدأ يطبق اللي أنا قلته له ممكن يطول وممكن ياخد وقت أهم حاجة ما تفصلش الكهرباء عشان نهاردة بتاعك ما يتمساش